يا صوتك مو بواضح في مشكلة عندك تفضل مرحبا هلوين حبيبي يا هلوين مرحبا وشي مسي عليك بالخير بارك العشاق الأرجنتين ألف مبروك لك الجميع هارض لك العشاق كريسيانو الله يبارك الله يبارك بعمرك يا هلوين هلوين أنا يمكن أنت شكت تغيري لنزلت وكان اسمك مذكور من ضمن الأسماء اللي كانت موجودة في الرسائل اللي جاتني أنه في شخص كان يسي ويتكلم وكان فاتح مساحة يعني يوصفني أنا وانت بيأبش على وصاف وكلام ما يقال ولا يظهر من رجل أنا فكرة أنه رجل هذي شايرها من راسي بعد ما سمعته يجيب سيرة زوجته في المساحة ثلاث مرات عرفت أنه ما هو رجال أصلا فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية هذا الآدمي تلفظ وتكلم واعترف أمام الجميع أنه بلكني طيب إذا أنت تتكلم وتملكي شجاع أنك تتكلم أمام الناس المفروض أنك ما تسوي لي بلوك بدأت تفتع عني مساحة لا المفروض أنك تتكلم عني وأنا موجود عندك مع أني ما كنت أتابعك ولا يشرفني أني أنا أتابعك بأمانة والله ما سمعت وش قال آخر الكلام اللي ركز يعطيني خبر مفروض أنك تتكلم عني يعني معقولة معقولة وصلت للدرجة هذه يا برد يعني هي مجرد تغريدة واللي يفهمها يفهمها معقولة وصلت للدرجة هذه من العنوين والمستعان يعني والقذارة هذه إلى هالدرجة يا أخوان يعني ما فيها يعني على الأقل شوية أدب يا أخي شوية أدب خلاص فصخت كل شيء أنهيت كل شيء أدب مبادئ أخلاق أنت كل شيء بعض الناس عندهم احتياجات ما يقدرون يتخلون عنها يا أبو هلنك لا بس والله العظيم يعني أنا ممكن ممكن أحط عنوان أقول هالوين دلخ هالوين لكن توصل للمرحلة هذه لا والله هذا والله العظيم أنك المهروض حتى ما تستقبل أبد وحسابها اللي مسوي المساحة هذه بلوك واللي داخلين عندها هذولي بعد موم برجال معلش أنا ما أقبل بنفسي أني أدخل مساحة عنوان هكذا مستحيل مستحيل أنزلك للمنزلق هذا أبو بروز بلا شوفي عقوبة لأني شوية كذا أبد أبد خضراحك خضراحك عقوبة دكرة لك والله يسيرتهم لأجزة هالشواذة لدرجة أنه بس تكلمنا عنهم بطرنا من المساحة عموما فأنا أقول لك أنا رفعت عنه القلم مبدئيا بعدما شفت يجيب سيرة زوجة ثلاث مرات في المساحة أمام الرجال عرفت أنه والله العظيم لا يموت للرجولة بصلة وأنا أعيد وأكرر لو أنك رجل وتستحق هذه الكلمة وأنت في عين نفسك رجل لو بس يوم توقف قداما برعي ما كان قلت للناس أني أنا بلكته ولا نجهز تفتعني مساحة تتكلم فيها الضعيف والمسكين هو اللي اللي يتكلم في الناس بعدما يفقد الأمل في مواجهتهم والله العظيم يا هلوين قسم بالله ما رأت عيني أرخم يا عقوبة 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 ترى 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 أوقات نحتاج نوصل للناس أنه ترى نقدر ننزل لمستواك القدر ونعطيك بالجزمة ونطلع فوق عادي ترى عادي جدا أنا أشوف أنها من أبسط حقوق أي شخص يعني أنت اليوم تمتلك الحرية في أنك تطني الشخص وفي أنك ترد عليه وفي أنك تكمل طقطق على شخص وفي أنك توقف بس أوقات بعض الناس يعني يصل إلى مرحلة من الضن أنها قوي إليه ما تنزل وتعطيه بالجزمة وتطلع فوق أنا هذا اللي صار اليوم خير بروز اليوم كنت تتكلم عن الإسلام والمسلمين وكيف تتعامل مع المسلمين وكيف تتعامل المسلمين مع بعض تغريدة اليوم يا عقوبة كأني دخلت المساحة وعطيتها بالجزمة وطلعت عيب يا ولد طق ومشيت تغير العنوان وكل شيء ينقلب وقام باباباباباب قلب لي موتر على المايك بس عادي أنا أقدر أنزل لمستواك القدر ترى شوفه واجه لازم نتفق بروز ترى من وجه مغسول بمرقة خنزير لازم نتفق على هذا الشيء وجه مغسول بمرقة خنزير والله أنا أعلم كنقاش ما أأخذ وأعطي كثير معها العينات فيبدو لأنه فعلا وجه مغسول بمرقة خنزير اليوم كان يتكلم كيف نتعامل كمسلمين مع بعض والمفروض أنه نحن من بربعة وضر نتكلم في بعض ومواجب المسلم تجاه المسلم أنا دائما أعيدها وكررها لا يمكن لراقصة شرقية أن تتكلم عن السثر والعفة مستحيل يصير هذا الشيء تتخشلع في الليل وفي النهار تتحجب لا هذه كارثة والله العظيمة جماعة الخير يريسين نشوف استشراف بشكل مقزز في المساحات بشكل مقزز يعني أنا لو قابلت وجه الوجه ما يقدر يقول عني مسكين وضعيف لأنني أطع على غاربة وأنا متأكد بروز نفس الكلام ولا يقدر ولا يقدر يتكلم معك أصلا وجه الوجه لأن في الأخير نكرة ترهو أداة يستخدمونها يعني أنت عارف هيد بلاي ستيشن نفس الطريقة يعطونا عوامر هو ينفذ هذا القذر أداة اللي ناس يتحكمون فيه أنا ما أعرف يعني ما أدري أنا هم الشوات كذا ولا في شي يعني أنا ما أعرف أن الرجال يجي فيهم الأيام يرضى أن أحد يديره ويتحكم فيه إلا لو كان شاد فهذا هو اللي صار معه أنا أبدا أبدا ما صار بيني وبينه والله العظيم ما صار بيني وبينها أي كلام وجه الوجه لكن أنا شوف النجاس يحشر نفسه في كل موضوع يحشر نفسه في كل موضوع فجأة لأديم يصار يتكلم ويوصف بأبشع الأوصاف وكلام قليل أدب أنا أقول الله يعوض عيالك يعوض ربعك فيه قسما بالله أنك نقص عليهم وأنك نقص عليهم دائما يا عقوبة دائما يا عقوبة دائما يا عقوبة اللي يجيك يهابد في المساحات هذا هو الحلقة الأضافية يعني خلي أعطيك ميذان أنا طرحي أن طرحك طرح وليد طرح عز مثلا طرح عبدالله ثمانية طرح كبير القارة تجد واحد تمام ما تلاقينا نتكلم في موضوع ونناقب لأنه طرحنا واحد ما نحتاج نمثل ما نحتاج طال عمرك نكسب رضم عزبين ولا نحتاج هذه الأشياء لكن تخيل أنك تطرع على المايك تقعد ساعة تنظر عن الفضيلة والأخلاق ثم تختم بأبشع قدارة وتغادر هذا صارت اليوم هذا هذا جوهم الواحد يتكلم عن التنظير وأنا ما يهمني تنظيرك ترى ولا تهمني ساعتك يعني في كل الحالتين ما يهمني كلامك لكن أنت ليش تحتاج أنك تنظر عن الفضيلة وتتكلم عن الإسلام وتتكلم عن الأخلاق وهذا وضعك يعني أنت وصلت فيك مرحلة أنك تظن الناس أغبية غريب هذا هذا اللي مخليني أخذك محتوى أنا أنا فهمت عليك برؤس بس أنا أنا أتمنى أتمنى الله أن أمنية حياتي أنه يجرؤ ويحاول يضغط عن نفسه لو مرة من المرات يكون رجل وأنا عادي في مناسبة أنا أسويها تمام أنه يجي ويقول الكلام اللي قال عني في المساحة يقوله في وجهه اليوم أنا أتمنى أقسم بالله العظيم اللي يقول هالكلام من وراء مايك أكيد ما يقدر يقوله قدامك أنا أقولها أمامكم بقولكم ردة فعلة من الهان الله يكرمكم أقسم بالله العظيم لا أبصق في وجهه ولا أهين كرام بإهانة ما يعلم فيها إلا الله بالعكس أنت كده أكرمت على فكرة أنا ممكن أني أوقف هنا إلى ما أشوف ردة فعلة بعدين أنا عارف أنه بيستاني السر هذا جوه أنا من خلال المحادثات خاصة بين بعض الأخوات الموجودين ترى هذا جوه بيستاني السر ذكر المقطع حق المسلسل اللي يقول ما تضرب هذا هو جوه يبقى يقول زيد ستانس مبسوط كده جوه أنا أعرف العينات الوصحة هذه يعني تخيل تخيل أنه أنا آخذ العينات هذه بجدية الوضع بيضية عقوبة الله العظيم الله العظيم أنا أقول هم نقص على فريقنا تيم الرجال ترى هم نقص عليه لعل المساحة هذه بس علشان نعلم الناس أنه فيه فرق دائما بين خلقه إيش الفرق مثلا بيني وبين واحد مثلا سبني اليوم إيش الفرق بيني وبين واحد مثلا بيسبني بكرة عادي أنا أحب أسبب أكتر على فكرة وأنا أتمنى لوانات الجزاء المبادئ اللي حاربون منتخب المانياء والشواذ يحاربون العينات الوصحة هذه أكيد ضروري ضروري بالعكس أنا معوذ بالله يا رجل بالعكس نحن بننصح المتابعين إن شاء الله أنهم يبلكون أي شاذ موجود نعم ونشكر قطر بهذه المناسب أنهم منعت الشواذ وظهورهم في كاس العالم هذا وأتمنى أن نحن نمنعهم من ظهور في المساعات يعني الألوان هذه والأشياء هذه يعني ما أعرف كيف واحد حتى يصبح يقفل الخاص واحد يرسل صورته قدام رايم لقى ظهره مشكلة ما أتعجبني الأشياء هذه ومجوي فننصح أنه ما يحتك فينا ولا يجينا كثير أتوقع أنت بروز نفس النظام والله فاكير لحظة بالله وعدة دولة يطبقون علي أرحب الباب عيه يفتح قفل الباب نفداك قفل الباب وليد أهلا 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 بروز السلام عليكم أهلا حبيبي الله حيا أمسي بير أنتو ربع جميعا يا أهلا وسهلا والله شف شف أنا أنا ما يرفض يا بروز لحظة يا أبو مهند الله يرحم والديك لحظة يا حبيبي أنا أنا ما يرفض أقدر لقلة الأدب اللي صارت قبل شوية يعني ما عليش مهم بعشان والله شخص تقطق عليك في راي أو في كورة أو تقطق عليك في طروحاتك تقطق وضحك الناس عليك أنك توصل للساءات والكلام القدر اللي نقل قبل شوية يا أخي عادي تقدر تقطق على الشخص وتستهبل عليك تسوي بنافس ما سوي تقطق عليك مستعد استلمك تنمر وتقطقه وأجننك بعد وضحك الناس عليك عادي نفس ما سويت ما سوي فيك بس مسألة أن لا والله أفتح أنه قدر لا والله لا واليوم ما قلت عن تكلم عن الأخلاق المسلمين والمسلم والتجريد الميون والتجريد الوطنية ما أنتو شويت ما خلت كلمة قادرة اللي قلتها وطلعت ناس قادرين ممكن ما قد صار بينهم بينك أي شي قاعدوا يتكلمون عليك طيب تعرفون هالوين لا ما تعرفون صار بينكم بين شي لا تعرفون من ذلك الشخص لا بس أطلع أسب وخلص أنا عندي مشكلة عن النوعية ذي إذا شاف مساحة إلا أشارك أشارك وأسب وأتكلم وأنا ما أدري شو موضوع بس كده من باب أنه والله مساحة لازم أشارك لازم أتكلم لازم أسب يا أخي عيب عليك طاقتك استهبل أضحك تويتر يا أخي عالم مفتوح العالم تبي تنبس تبي تضحك تبي تستانس كل واحد بيقيت تقعب ثاني بيستهبل بيقيت يستهبل نفس الحركات اللي صارت اليوم الله هذي قلتها ما سألت إنه والله يستهبل علي واحد بقيت يقولها أنت فيك وما فيك وفيك وما فيك لا هذي أعتبرها عيب أتكلم عافية أبو رأسك الله يعافي قلبك يا حبيبي الله يعافيك أبو راكان هدأ هلو بروس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أبو راكان نعم سمعني صوتي وابا ترى ما أسمع بروس تسمعوني بروس اسمعك بروس بدون هلوين ما يسمعك اللحظة أبا قفل تويتر وبرجع بس أعطوني ثاني تمسكوا لأنطيح يلا بروس يا مرحبا الحمد لله السلام وبركات الله يسلم عملا شهر بروس عقوبة قبل لا يجي هلوين عقوبة متأكد أن الرجال هذا يا أخوان يمكن واحد أخذ شراكة ما أصدق يا أبو والله ما أصدق ما أقلبك أنت بروس أنا أمنصدق بس نتأكد أنك ما أصدق أنت يعني ما أستوعبها يا أخي ما أستوعبها أبو روز تسمعني بروس أنا عندي كلمة لاحظة أهلا يا بروس يا لحية شلون يا هلو سهلي الله أحبك بروس يعني أنا ترا كنت موجود قبل شوي شفت الإنوان وشفت والله شف يعني شف حنا تكتق ناخذ راحتنا ما ودا أن ننزل إلى مستوية عكس كثير من كم حتى من داخل عقوبة أنا ضدها تماما ما خبرتك عقوبة أنت تنزل ما ودا ننزل المنزل بس ما أتكتق على واحد يقول أنت رخامة وضعيف ومسكين لا لا يقول أنت رخامتين يا رجل مشكلة أنا والله ما تعود هذا طرحكم بس أنا استغرد والله يا أبو راكان أنك أوقات تحتاج تنزل يا أبو راكان أنزل بس ما تنزل لا يا أخي إذا نزلت لحظة إذا نزلت لا تخلي نفسك تضطر في يوم من الأيام تنزل مرة ثانية أنزل إنهي الأمور وطلع بس هذا هو بس أنا عني يعني في الترا فيه ناس تعودوا على هلوين يقول مثلا طرح معين يطاقتق دائم يقول نكرة ستة إيه بس ما تعودوا على هلوين ضعيف يعني من جدك أنت يعني لا لا دعم لا بس يخلي طاقتق عليها برد يا أخي هل تظن أنه مثلا في أحد بيجرؤ مثلا إنه يتكلم وأخليه أوكي أنا قعدت أساسا من أول مساحة أطاقتق يا أبو راكان وهذا جوي أنا أنا أمثال هذول ما أخذهم جد أساسا بس أقدر أقدر أوريهم أني أنزل واطلع عادي ترى شوف أبو روز أنا الموضوع والله مدري وش أنا كان عندي مشكلة في العنوان القبل شوي ومداخلة عقوبة يعني عقوبة حتى ما توقعتي يطرح الطريق دائما عارف يطاقتق يتاهك كامب عادي أنزل بس ما ننزل مرة كذا أنا من قبل ما أضيفك أعرفك أنت نصراوي ونهالي وانت من الصناديد اللي يتكلمون عمري أسألتلك لا عمري غلط عليك لا عارف والكل بنفس الطريقة لكن أتفاجأ إن واحد يجي يقول أنا بلقت عشان نضعيه فرخمة ويفتع عني مساحة ما يصير الكلام ذا طيب عقوبة يعني واحد مثلا أي واحد تكلم عنه تهجم ونزل مستنقع قدر جد أجل عقوبة لو قال لها لو قال لها الكلام اللي قال لي اليوم وش بيسوي أنا عارض أنا أوريك يا أبو راكان أنه أنا آخذ الأمور بأريحية تامة وبنفس الوقت ممكن أوريك أنه أنا أقدر أنزلك وأخش فيك وأطلعك عادي طيب أبرز أبرز شو من الأولى يا أبو راكان أن نحن ننبذهم من بيننا من الأولى أن ننبذهم من بيننا ونطردهم من بيننا ما نخليلهم مكان بيننا طيب عقوبة الخامة بشارة واحد رسالي قبشوي وعرفتنا الموضوع ومنه المقصود ومنه شف أنا لك مني أحب مزل المايك وينت الموضوع خلاص وبروز بس ما تعود منك عن العنوين أنا ما طلبت من أحد أبو راكان أنا ما طلبت من أحديني الموضوع لا 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 مويني الموضوع قفلوها أعتقد الآن تطلبني أني أقفل الموضوع يا أبو راكان لا 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 تقفل بك أنت حر لا 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 يا أبو راكان أبو راكان صل على نبيك أنا تكلم الطرف الثاني عندي أنت الموضوع خذني خذني بحلمك أول شيء أن طلبت أقفل الموضوع أنت تمون تمون يا حبي خير أدري لكن هل فكرت أنك تروح هناك تقولهم قفلوا الموضوع ولا ما تمون يا أبو راكان المساحة مفتوحة موجودة أم؟ لا الظاهر الظاهر لا شوف أبو راكان والله تبني صل على رسول الله الموضوع كامل أنا عارف إذا أنت بيني أقفل الموضوع علشانك أنت أبقفلها لا 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 تبقى أقفل الموضوع علشانهم لا ما أحقفلها لا 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 أبو روز أنا أي شيء تسوي أنت علاقاتهم حر نفسك سوي لي تبي أنت مساحتك وأنت حر طرحك أقدر الرجال يا أبو راكان عنوان مسيء جداً ما رح أقولك خيرها أنت حر لكن أنا أقول أنا ما تعوت مني أشوفك الشيء حبيب أنا أقدر الرجال والموضوع انتهى لعيونك ولو تبيني ما عد أطري أحد منهم لعيونك تامر عمر لا لا يا أبو روز شوف اللي يتغلط عليك ألعن أبو خيرها هذا اللي أنا قاعد أسوي الآن قاعد ألعن أبو خيرها بس ما كنتم نزلت واجد أبو راكان أنا 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 بقول لك شوف أنا ممكن ضد اللي سواه هالوين الحين ولأني ما تعوت على هالوين وشوف الزكة بس أنا طاقتك وضحك وناسا بقول بركات جورة باع القضية وليدي هالوين لا بعلمك أسبر أنا بنفس الوقت ما ألوم أبو روز على اللي سواه إيه إذا فيه هدوم فيه كلام قدر عز قبل وشكت ممكن أنا أقول لك لا يسكت ما أقول اسكت أنا إيه قبل وشكت طرف الثاني خليه موضوع عندي أنت موضوع يعني كلام قوي وقسم بالله يعني معلش أنا حتى ترى شوفه بروز هادي في ردة فعلة أنا لو أتكلم عن نفسي أنا أو واحد ثاني ممكن يكون أقدح من بروز شوي بس بروزي اللي عجبني فينا هادي يعني قاعد يسوي كنترول طيب وليد أنا أبو أقول هالوين طيب وليد قدم الموجودين هالوين أبت الموضوع الطرف الثاني عندي ونتعرض لك أحد بسوء أبت أنزل وما تبي انت